تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت فعاليات اليوم الأول من البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصم الإدارية الجديدة شهد اليوم الأول من البطولة تنفسا كبيرا بين الفرق المشاركة بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة للناشئين تحت 14 عاما وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح على صعيد مباريات الفرق والبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز نجح الفريق المصري في تحقيق المركز الأول فيما جاء الفريق القطري في المركز الثاني والفريق السوري في المركز الثالث كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد الرمحة على المستوى الفردي والزوجي والفرق وقد شهدت منافسات قوية بين كافة المشاركين